السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن موقع براكسي لابس هذا الموقع يضم على معمل العلوم الافتراضية في مواد الفيزياء والكيميا والأحياء طبعا ثلاثية الأبعاد وهذا الموقع طبعا ممكن أن نشتغل على هذا الموقع سواء بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بتوفر طبعا باللغتين العربية والإنجليزية خلونا راح ندخل الآن الموقع باللغة العربية طبعا هذا الموقع يعطيك اشتراك مجاني لمدة شهر وممكن أنك أنت تستخدم فيه 22 تقربة تقربة محاكاة ثلاثية الأبعاد في الثلاث مواد طبعا في الفيزياء والكيميا والأحياء كيف ننشئ حساب مجاني طبعا في هذا الموقع طبعا هذه الأيقونة موجودة فممكن ندخل على الأيقونة ونحط بياناتنا الاسم الهاتف المسمى الوظيفي الدولة البريدكتروني إلى آخرة وبعد ذلك ننشئ الحساب فطريقة طريقة إنشاء الحساب سهلة جدا فالآن خلونا نرجع وندخل في الموقع اللي هو معمل العلوم الافتراضية فراح ندخل الآن الموقع طبعا عندي الاشتراك مجاني فخلونا نشوف مثل ما قلت الاشتراك المجاني لمدة شهر الآن دخلنا إلى معمل العلوم الافتراضية طبعا هذه التجارب الأحياء عندنا ثمانية تجارب وفي الكيميا تسعة تجارب هذولة سباة عشر وفي الفيزياء هنا عندي خمس تجارب يعني 22 تجربة الاشتراك طبعا لمدة شهر يعني الاشتراك المجاني فقط لمدة شهر بعد ذلك راح يكون طبعا بمبلغ مالي ممكن تتواصلوا مع الموقع وتشوفوا كم المبلغ اللي راح تدفعوه وبعد ذلك طبعا راح تزيد عدد التجارب يعني راح تكون أكثر من 22 تجربة خلونا نجرب هنا تجربة في الفيزياء راح نشوف كيف نتعامل مع الموقع فمثلا راح أخذ تجربة تعيين سرعة الصوت باستخدام الأعمدة المغلقة فطبعا نحن عندنا في المنهج المنهج العماني في مدى الفيزياء نسميها ظاهرة الرنين في الأعمدة الهوائية فرح ناخذ التجربة هذه الآن عن طريق البركسي لابس فننتظر لحد ما يتحمل الموقع طبعا يعطيني خيار إنجليزي أو عربي فرح ناخذ طبعا عربي فنقول حسنا نقول بعدين حسنا طبعا هنا يعطيني النبلة في هذه التجربة سنقوم بحساب سرعة الصوت في الهواء باستخدام أعمدة مغلقة طبعا راح يكون العمود مغلق من طرف واحد فنعمل التالي الآن خلونا نستكشف هذا المعمل فمثلا لو ضغط على الثلاث خطوط هذه راح ينقلني إلى هذه الصبورة هذه الصبورة طبعا فيها الأعدادات اللغة احنا اخترنا طبعا اللغة العربية المؤثرات الصوتية حاطين عليها صح ممكن نعرض فيديو يعني قبل عن نقري التجربة ممكن نعرض فيديو مقطع فيديو عن التجربة كذلك توجد عندنا ملفات نشوف الملفات ملفات طبعا عن التجربة ايضا ايضا اه ممكن هنا اه عندي كذلك تمارين ممكن بعد ما نقري التجربة نحل التمارين هذه اه ايضا عندنا المعلومات اثرائية عن التجربة فهذه بالنسبة طبعا المعمل العلوم الافتراضية اه تقريبا كل التجربة راح تكون بنش الطريقة اه الان نرجع الى المعمل اه هنا طبعا راح يكون عندي تسجيل البيانات وهنا عندي اظهار القدول طبعا الى الان انا ما عندي اي تسجيل البيانات فبالتالي ما راح يظهر القدول وهنا راح يكون اظهار الرسم البياني وهذه هي الادوات طبعا موجودة امامكم الادوات الخاصة بظاهرة الرنين طبعا الهدف من تجربة الرنين في الاعمل الهوائي الهدف منها هي قياس سرعة الصوت قياس سرعة الصوت فمثل ما تشايفين في عنا هنا ثلاث شوكات رنانة هنا ممكن نشوف الخطوات يعني لما اضغط هنا يعطيني الخطوات فيقول هنا قم باحضار شوكة رنانة ذات تردد ثم قم بضرب شوكة بلطف ثم ثبتها عندنا نهاية طرف طرف الانبوبة الرنانة الخطوة الثانية قم بتغيير طول الانبوبة عن طريق غمسها في زجاجة استوانية ممتلئة بالماء سجل القراءة عندما يكون الصوت أعلى ما يمكن الخطوة اللي بعدها سجل قيمة طول الموج الحالي ثم كرر الخطوات السابقة يعني عن طريق شوكة رنانة شوكة رنانة واحدة راح نكرر الخطوات ثلاث مرات طبعا هذا الهدف منه تعيين القيمة المتوسطة للطول الموجي بعد ذلك نغير الشوكة رنانة ونكرر الخطوات السابقة مرة أخرى وبعد ذلك نرسل العلاقة البيانية بين مقلوب التردد والطول الموجي وبعد ذلك قيمة الميل طبعا نحسب قيمة الميل وثم نستخدمها لتعيين سرعة الصوت في الهواء هذا بالنسبة للخطوات الآن خلونا نجري الخطوات الآن أنا عندي الشوكة الأولى طبعا ترددها 320 هيرتز فراح أعمل هن ستارت طبعا الآن راح أرفع الأنبو آه سمعنا الصوت خلاص نروح نسجل البيانات نتأكد من الجدول طبعا خلاص النتيقة تم تسجيلها عن 320 هيرتز الواحد على الاف وبعد ذلك آه طبعا لمدو الآن لازم ننقيس على نفس الشوكة لمدة ثري وبعد ذلك ياخذ المتوسط هذا بالنسبة للخطوة الأولى يعني أو أو للشوكة الرنان الأولى فخلونا نجري نفس التقريب start ونرفع ونسجل نتأكد من التسجيل طبعا تم تسجيل لمدة 2 أيضا كذلك المرة الثالثة على نفس الشوكة ونرفع لحد ما نسمع صوت الرنين ونسجل البيانات تأكد خلاص كذلك انتهينا إحنا من الشوكة الأولى الآن راح نغير الشوكة ناخذ الشوكة الثانية 426 هيرتز start نرفع هذا صوت الرنين نسجل البيانات المرة الثانية نحن الشوكة سمعنا صوت الرنين نسجل البيانات المرة الثالثة كذلك على أساس ناخذ المتوسط ونسجل البيانات نتأكد من القدول خلاص كذلك انتهينا من الشوكة الرنانة الثانية الآن عندي الشوكة الرنانة الثالثة 512 هيرتز نعمل start نفس البيانات لحد ما نسمع صوت ونعمل تسجيل البيانات نفس الشي المرة الثانية ونعمل تسجيل البيانات والمرة الأخيرة ونعمل تسجيل البيانات خلاص بالطريقة هذه انتهت التجربة وعندنا هنا طبعا العلاقة بين الطول الموجي وبين طبعا مقلوب التردد وبالطريقة هذه نستطيع طبعا ايجاد الميل ومن الميل طبعا نستطيع ايجاد اللي هو سرعة الصوت وسرعة الصوت هنا تساوي 343.699 متر على الثانية يعني تقريبا طبعا سرعة الصوت راح تكون 343.7 متر على الثانية هذا بالنسبة لي معمل العلوم الافتراضية من موقع براكسي لابس طيب اذا بغينا نعيد التجربة هذه كيف راح نعيد ها مرة ثانية وراح نروح لثلاث خطوط هذه ونشوف هنا طبعا نشيل الرسم بياني تم الانتهاء التجربة نقول استمرار ونعمل هنا اعادة خلاص اعادة يعني راح نقري التجربة مرة ثانية وطبعا تختار اللغة وتسوي هنا حسنا حسنا وبعد ذلك التالي وتبدأ في العمل